بسم الله والاب والابن والروحة الكدسة لله الله تعالين أهناكم جميعاً في عيد الناس الجديد ومتدايب عام جديد 2023 وأود أن أرسل كل التقنية من أرض مصر إلى كل الإبارشيات والكنائس الدرطية الموجودة في رفوع المسكونة في أفريقيا وأسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا وأمريكا وأوروبا أود أن أرسلهم جميعاً باسم المجمع المقدس للكنيسة الدرطية الأولوكسية وباسم كل الأطباء الذين في مصر مغلق الجميع في عيد الميلاد البجيل بحسب الطهوين الشرطي وبحسب السنة الكدرية سنة الشهداء نحتفل به يوم 29 ليلة من كل عام في عيد الميلاد نتقابل مع مواطف كثيرة ولكن من أشهر المواطف الموجودة في هذا العيد أننا نناني بحسب الجروة أن بيت دحق لسبي الصغرى في ياموزة بيت دحق قرية صغيرة مغنورة غير مع مفاق المرة ولكنها زارت أشهر قرية العام وزارت تفتخر بالميلاد السيد المسيح على أرضها وفي هذا المدر الصغير كان من الصغرى نظرنا إلى الأشياء الصغيرة في قصة الميلاد نتقابل مع النجم والنجم كما نعلم أنه في السماء يكون صغيراً جداً بحسب روياتنا على الأرض ولكن النجم منذ ذلك كان له أكثر من صفر أنه يتحرك وأنه يتوقف عندما يتوقف المجووز للراحة في أثناء رحلة المقبولة كان النجم هو الشتعة وهادية للمجووز والذين أتوا من بهذا المشرف الكامل وقدموا هداياه الزهب والنبانة والنبانة ولكن بينا في هذا الأمر ووجود النجم أنه يرفع مظلمة إلى السماء وأنه يشير إلى الحياة السماوية فكأنا قصة الميلاد اكتبتم بهذا النجم أنها ترسل لنا رسالة نحن الذين على الأرض أن تكون حياتنا سماوية والحياة السماوية هي حياة مبينة ونحتاجها على الأرض كثيرة فتبتلت بالخطيئة وتبتلت بالشرط وتبتلت بالمفاسد الكثيرة ولكن عندما يرتفع الإنسان أن يكون يصير كالنجم ويصير منيرا هذه هي الحياة السماوية القديس يحن الذين كان له عبارة رائعة يقول أن تكون شمساً أو قبراً أو حتى رئيماً المهم أن تكون في السماء ممكن الشمس يعني بطغف الإنسان المشهور قوي والأمر الأقل شهرة والنجم يعني يمكن أن يكون مغموظ مثل نجم المداد والنجم المداد المهم أن يكون الإنسان في حياته السماوية الأمر الثاني الذي محرر بمواقع الميلاد ومشاهد الميلاد حسب القديم الشجرة شجرة الميلاد شجرة خضراء نذكرنا بالمظمور الأول الذي نصديه كفراتيحة للمزانين عندما نقول على الإنسان الذي يسير في طريق الله أنه يكون كالشجرة المغروسة على مجال الميلاد التي قعد سمرها في حين ورقها لا ينتسل وكل ما يصنعه ينجم الشجرة ترسل لنا لسانة أن تكون حياتك مصمرة حياتك طولة عن مصمرة مصمرة بالفضيلة مصمرة بالسيرة الحسنة أو مصمرة بالعلاقات الطيبة الموجودة مع كل الإنسان شجرة الميلاد شجرة ثابتة بالضرض تعلمنا أيضا بالسباب وتعلمنا بالنوع ونضيب إلى ذلك أن شجرة دائما ضربت إلى السماء فهي تنتجه إلى السماء من عام إلى عام عندما تنم ترفع رؤيتنا وقلوبنا إلى السماء الأمر السادس في رسائل الميلاد العديدة قرر في اللعبة عندما ذهب القديس يوسف النجار معهم من القديسة مانيوم ولم يجدوا مكان في بيت اللعبة بسبب الحصار والتعداد الذي كانت موجودا في ذلك الوقت نرى أن بيت اللعبة كلها كانت مستحيلة لا يوجد مكان ولكن صاحب البيت أشار عليهم موجود المزود منعش أن هذا المزود ممكن أن يكون مكان ضيافة هو للحيوانات فقط ولكن أشار عليهم موجود المزود والتجنب أن يكون لهم لا يوجد مكان وهنا ظهرت صورة الإنسان الخادم أو الحياة الخادمة الحياة الخادمة التي تتخدم الآخرين يجد أن يتجنب أن يكون كلمة ما عنديش أو ما فيش أو كلمة لا هو أوجد هذا المزود نحن المزود ولكنه حظير للحيوانات للصور والفقوار ولبعض الحيوانات الأخرى وهذا المزود صار مكانا مدافئا منيرا لامعا مشهورا وصارت الخدمة التي قدمها صاحب البيت ولا نعرف اسمه ولكنه قدمها بمحبة وحل مشكلة الخادم هو الذي يستطيع أن يحل مشكلة ويتجنب دائما أن يرفض طلبة لخدمة للآخرين ومساعدة للآخرين ولذلك صارت بيت لح الذي سأل صفرة في يبوزة وصارت مشمورة في العالم هذه رسائل المناد النجم الحياة السماوية والشجرة الحياة المسمرة والمزود الحياة الخادمة هذه الرسائل مع رسائل أخرى أود أن أقدمها لكم للجميع لكل كميسة وكل مرشية لكل الأباء الأساطفة والأباء المخارنة والأباء الكهنة ومجالس الجنائس والشمالسة لكل الشعب للشباب والأطفال في كل كميسة وفي كل مكان يتواجد فيه الضباب وهم يعني في الممعين الميلاد لهذا اليوم تحياتي ومحبتي لكم جميعا من أرض الناس من أرض القديس مالي ماركوس كأروس ميلادنا العزيزة وهمتكم جميعا وأرغب لكم كل خير في العام الجديد ومجالسة 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 ترجمة نانسي قنقر